إلى إشعار آخر أوقفت حكومة تيريزا مي استعداداتها للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بعد الفرصة الأخيرة التي منحها لها الاتحاد في قمته الاستثنائية الأخيرة التي مدد فيها فترة الخروج لكن بشرط جديدة لا تدعو مي إلى الاطمئنان بحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه فإن أمام بريطانيا حتى الحادي والثلاثين من شهر تشرين الأول لإقرار الطلاق الذي سبق أن حددته في آذار الماضي حيث ستجبر بريطانيا بحال فاشلت في إقرار اتفاق الخروج بحلول الثاني والعشرين من أيار المقبل إلى المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي بين الثالث والعشرين والسادس والعشرين من الشهر نفسه إجراءات تفاقم بحسب مراقبين حالة الجمود والانقسام الداخلية بين تيريزا ماي وأعضاء الحكومة من جهة وبين مؤيدي لبريكست ورافضيه من جهة أخرى وسط ضارب في المواقف بين لا صفقة أو استفتاء ثان أو البقاء في الاتحاد الأوروبي وفي الوقت الذي تقول ماي أن بريكست يتطلب تنازلات من المعارضة والحكومة لا يزال مجلس النواب البريطاني يقف حاجزا بينها وبين تحقيق مرادها لثلاث مرات متتالية في إقرار اتفاقها وهو ما يفسح المجال أمام متشددين آخرين للصعود وخصوصا حزب بريكست الجديد الذي يستعد لإطلاق برنامجه السياسي للانتخابات في بريطانيا التي تعيش حاليا توقعات نمو ضعيفة للاقتصاد الذي خرج منه نحو تريليون دولار تحسبا لمخاطر بريكست لكن بالنظر إلى المصالح التي تشترك فيها بريطانيا مع أوروبا يتوقع أن يواصل الاتحاد الأوروبي اتباع سياسة العصى والجزر مع بريطانيا المتمردة ومهما كانت علاقة المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي سيبقى هناك خط رفيع رابط بينهما وسيكونان مضطرين لمواصلة العلاقة المتميزة بطريقة ما